أفاد مكتب المدع العام في ملدوفا بأن روسيا تضخ ملايين الدولارات لزعزعة استقرار الوضع هناك ونفقا للمسؤولين فقد خصصت موسكو في سبتمبر الماضي وحده 15 مليون دولار لرشوة 130 ألف ناخب على الرغم من حقيقة أن عدد المؤيدين الروس أخذ في التناقص لأنه لا يتناقص بالسرعة التي ينبغي أن يكون عليها في ضوء ما يحدث الآن ويرجع السبب إلى أن روسيا تنفق مثل هذه الموارد الهائلة على الدعاية وبالطبع تحدث هذه العمليات بطريقة غير طبيعية والتأثير على الانتخابات أيضا بطريقة غير طبيعية حيث يتم ونفاق مبالغ كبير من المال لملدوفا ونفقت روسيا 15 مليون دولار في شهر سبتمبر لوحده على عمود واحد فقط من طابورها الخامس في ملدوفا لسوء الحظ لدينا العديد منهم تمكن صحفيون من إحدى المطبوعات في ملدوفا من اختراق شبكة موالية لروسيا مرتبطة بالقرشية الملدوفية الهاربة والسياسي إيلانشور وتمكنوا من إثبات أن المشاركين في المخطط طلقوا الأموال من خلال بروموس بانك التابع لوزارة دفاع الروسية وتستخدم الأموال لتجنيد المشاركين في المسيرات المؤيدة لروسيا وتعزيز الدعاية ضد التكامل الأوروبي والشبكات الاجتماعية والمنشورات والروبوتات ويستخدم الكريمبلين هذه الأساليب بشكل معتد أنهم يركزون على المشاركة الجماهرية وتنويع الحملة الجميع ينتقد خلق صورة مصطنعة يعارضها الجميع وأنه يخلق تأثيرا جماعيا وتأثيرا على الإدراك النفسي الجماعي مما يخلق شعورا بأن الجميع ضد هؤلاء أو أولئك ووفقا للخبراء بالنسبة لموسكو فإن الاستفتاء على التكامل الأوروبي أكثر أهمية من الانتخابات الروسية أولا لم تتمكن روسيا من إيجاد مرشحين ينافس مايا ساندو وثانيا سيكون لنتائج الاستفتاء تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية المقبلة وملدوفا جمهورية برلمانية وليست رئاسية هذا أمر مهم للغاية عشية الانتخابات البرلمانية الخامسة والعشرين حيث سيتم تشكيل أغلبية جديدة في البرلمان وحكومة جديدة السؤال هو إذا ما كانت هذه الحكومة الاقتلافية ستكون مؤيدة لأوروبا وما إذا كانت ملدوفا ستواصل المفاوضات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي والتحولات الأوروبية والإصلاحات وما إلى ذلك قدمت ملدوفا مثل أوكرانيا طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي في مارس من العام 2022 وفي يونيو من نفس العام أيد البرلمان الأوروبي منح صفة المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي إلى كل من كييف وكيشيناو وفي يونيو من العام الجاري بدأت رسميا عملية التفاوض بشأن انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي وقالت بروكسل إن هذه العملية تستغرق عادة أكثر من عام ولكنه من المرجح أن تستغرق وقتا أقل مع أوكرانيا وملدوفا أعداد أندريد مترينكا لقناة تيفي عربية ترجمة نانسي قنقر